نصف كيلو برغور نصف كيلو لحمة مفرومة 100 جرام بطاطس معلقة كبيرة بطاطس والدبس رومون نفعت معه ملحة بوهرات بصل باودر بابريكا وغزبرة رشفة طبعا هنعجنها كويس الموضوع ده لازم ياخد عجنة مش قليل من ربع ساعي جماعة نزود الموية تقريبا نزود نصف كوباية كوباية لربع وعجنوها لحد ما تبقى طرية معيكم وبعد يدنا هنشكلها بالشكل ده الاول هنكور قد بعض وبعدين ندخل صبعنا في النص لحد ما تبقى بالشكل ده وبنفتح مكان للحشوة لو لاعتوا كده أبقو بدلق بديكم مياه خفيف وبعدين KNEW ام اب storms آه جدا وما بتفكش في الزيت خالص. هتعملوها زي ما انتو شايفين بالضبط بالطريقة دي. وهتعملو الها بوز من فوق ومن تحت دي واحدة تانية عملتها قدامكم. آآ بس كده وبعدين هتبلو اديكم مية خفيف. لو انتو حسيت ان هي نشفة شوية او بتشقة. وبعدين هتبقى كويسة معيكم. زي كده بالزبط. انا كمان بعمل تراك صغيرة. ممكن احشي لحمة مفرومة. وكمان في شوية بحشيهم ميكس الجبن والموضوع ده بيبقى لطيف جدا. بروسوه مع لصانية وبعدين بدخلها الفريزر. وبعد كده لما تجمن بقى 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 سمع في كياس. آآ قاليني هون بقى في الزيت. طبعا يفضل لزيت غزير. عشان هي تلاسعة تميني شوية. بس النتيجة حقيقي تحفظ. تستحق التعب. دي لباللحمة مفرومة. والتانية بالجبن. جربوها بطريقة دي هتعجبكم جدا.